أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صد على محمد وآلي محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجسى وطخرهم تطيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين انتهينا في الحلقة السابقة من سلسلة المحاضرات هذه المعنونة بعنوان كيف زيف الإسلام إلى الإشارة إلى هذه المسألة وهي أننا نستغرب وقوع عمر بن الخطاب أكثر من مرة بين يدي المشركين في الحروب التي وقعت بين المسلمين وبينهم وقع عمر بين يديهم بموت محقق إلا أنهم مع ذلك تركوا ولم يقتلونه مثلا نجد أن ابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء الرابع والعشرين الصفحة ثلاثمائة وثلاثة وتسعين وكذا في مغازي الواقدي في الجزء الأول الصفحة مائتين وسبعة وثلاثين نجد أنهم قالوا أن ضرار بن الخطاب الفهري أدرك عمر بن الخطاب فضربه بالقناة ثم رفعها عنه وقال يا ابن الخطاب إنها نعمة مشكورة والله ما كنت لأقتلك هذا الأمر وقع في معركة أحد وضرار بن الخطاب الفهري كان كما هو معلوم من شجعان المشركين ومن أشرسهم ضد المسلمين حتى أنهم ذكروا أنه قد قتل من المسلمين يوم ذاك أكثر من عشرة فلماذا لم يقتل عمر بن الخطاب واكتفى بضربه بالقناة ثم رفعها عنه وقال له يا ابن الخطاب إنها نعمة مشكورة والله ما كنت لأقتلك يعني يقسم على ذلك ما هو السبب الذي جعل هذا الرجل يمتنع عن قتل عمر بن الخطاب في الحين الذي لم يمتنع فيه عن قتل سائر المسلمين الذين وقعوا تحت يديه رواية أخرى أيضا يرويها الواقد في مغازيه في الجزء الأول الصفحة 297 ونجد أيضا مثلها في شرح النهج الجزء الخامس عشر الصفحة 23 عن خالد بن الوليد قال لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب حين جالوا وانهزموا يوم أحد وما معه أحد وإني لفي كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحد غيري فنكبت عنه وخشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له فنظرت إليه موجها إلى الشعب هذا موقف آخر مريب إذا قلنا مثلا أنه في معركة أحد كان ضرار بن الخطاب الفهري على علاقة معينة بعمر بن الخطاب علاقة شخصية جعلته يمتنع عن قتله فما بال خالد بن الوليد سيما أنه كما ينقل المؤرخون كان عموما منذ فترة الجاهلية على علاقة متوترة مع عمر بن الخطاب لماذا تكرر الموقف ذاته عمر وقع في معركة أحد تحت رحمته ضرار بن الخطاب الفهري بموت محقق كذلك مرة أخرى وقع بنفس الموقف تحت رحمة خالد بن الوليد وأيضا خالد بن الوليد لم يقتله في حين أن خالد قتل من المسلمين الكثير في تلك المعركة ما هو السبب دققوا في رواية خالد يقول لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب حين جالوا وانهزموا يوم أحد المسلمون فروا وخانوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبقى معه أحد يوم ذاك إلا أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه فانهزم الجميع كان من جملة من انهزم وفر عمر بن الخطاب يقول وما معه أحد لم يكن مع عمر أحد على الإطلاق كان وحيدا فريدا في المقابل وإني لفي كتيبة خشناء يعني إني في كتيبة من الرجال من الفرسان خشناء مدجدون مدججون بالسلح وهو أعزل لوحده واقف يقول فما عرفه منهم أحد غيري ما عرف عمر من كل من معي من المشركين أحد سواي أنا فقط عرفته فنكبت عنه تحاشيته وخشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له إذا قلت لهم أنه هذا عمر اذهبوا فاقتلوه أو على أقل التقادير أني عرفت من معي أن هذا من المسلمين لأنه في تلك المعركة في اللحظات الأخيرة اختلط الحابل بالنابل فلم يعد يفرق بين المسلم والمشرك إلى حد ما فيقول خشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له يعني يتوجهون إليه ويقتلونه يقول فنظرت إليه موجها إلى الشعب يعني أعطيته إشارة من عيني بأن اذهب إلى الشعب بين الجبل والشعب كما قلنا وذلك الطريق الذي يكون في الجبل مما تصنعه السيول والأمطار وما أشبه فإنها تصنع طريقا بين الجبال فيقول فنظرت إليه موجها إلى الشعب هكذا عملت بعيني أنه روح تلك الجهة إذن كانت هناك علاقة ما ومصلحة ما بين جبهة الكفر والشرك من جهه وبين عمر بن الخطاب من جهة أخرى بحيث أن جبهة الشرك والكفر وصناديد قريش كانوا يرون أن من مصلحتهم الإبقاء على عمر بن الخطاب لا قتله لم يكن من مصلحتهم الإبقاء على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك أنه لو وقع تحت يدهم فإنهم يحاولون قتله كما حصل في معركة أخرى شجوا رأسه وحاولوا قتله لكن الله تبارك وتعالى دفع عنه وحفظه منه لم يروا من مصلحتهم الإبقاء على علي أمير المؤمنين صلى الله عليه لم يكن من مصلحتهم الإبقاء على أي من المسلمين الآخرين سوى عمر بن الخطاب ما هو هذا السبب؟ لو كان عمر بن الخطاب حقا مسلما ولم يكن على علاقة سرية معهم لكان الواجب أن يعاملوه كما يعاملون سائر المسلمين يقتلونه خصوصا أنه وقع بين أيديهم أعزل بموت محقق ومع ذلك تركوه ولم يكن موقفا واحدا يعني في معركة أحد على أقل التقادير حسب ما اطلعنا عليه موقفان من رجلين مختلفين في المرة الأولى وقع في موت محقق تحت يدي ضرار بن الخطاب في الموقع الثاني أو في الموقف الثاني تحت يدي خارد بن الوليد وفي كلتا الحالتين امتناوا عن قتله ماذا يعني هذا؟ ليس لهذا تحليل سوى أن عمر بن الخطاب كان في واقع الحال منافقا وكان على علاقة ما مع المشركين بحيث أنهم يرون أنه أفضل من يقوم بمهمة إفساد وتخريب الدين الإسلامي والمجتمع الإسلامي من الداخل لا أكثر ولا أقل وهذا يعني أن عمر بن الخطاب كان عميلا مزدوجا فهو كما أنه عميل لليهود كما أشرنا إليه وسنبحثه إن شاء الله مفصلا فإنه أيضا كان عميلا للمشركين وهدفه كان يتلخص في إفساد الدين الإسلامي والمجتمع الإسلامي من الداخل وإحباط جهود رسول الله صلى الله عليه وعليه وإنا لو تتبعنا مسيرة عمر وعلاقته مع رسول الله صلى الله عليه وعليه لوجدنا أنه كثيرا ما كان يريد إذاء رسول الله والتصدي له والتحريض عليه كما وقع في صلح الحديبية وإذاءه وإحراجه كما وقع مثلا في قضية صلاته صلى الله عليه وعليه على عبد الله بن أبي بن سلول وما أشبه ذلك إذن كان لعمر أجندة ما تهدف إلى إحباط جهود رسول الله صلى الله عليه وعليه وإلا فليفسر لنا المخالفون سبب امتناع المشركين عن قتل عمر بن الخطاب مع أنه إذا كان عمر على ما يزعمون من أعمدة الإسلام آنذاك من أعمدة المسلمين آنذاك لكان ينبغي عليهم أن يقتلونه حتى يثلموا المسلمين حتى يعني يكسروا ظهر المسلمين لكنهم لم يفعلوا هناك أيضا موقف آخر مريب لعمر ما دام الكلام في معركة أحود هذا الموقف وجدناه في المحاورة التي جرت بينه وبين أبي سفيان بعيد انتهاء المعركة وانهزام المسلمين نجد ذلك قد رواه أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل في الجزء الأول الصفحة 184 أن أبا سفيان قال لعمر بن الخطاب بعد انتهاء المعركة متباهيا ومهنئا قال إنها قد أنعمت يبنى الخطاب وفي لفظ آخر إنها قد أنعمت عينا يبنى الخطاب قرّت عينك يبنى الخطاب حيث قد انتصرنا على المسلمين وأذقناهم مرارة الهزيمة فماذا نتوقع من عمر هاهنا أن يرد عليه إذا كان مسلما حقا إذا كان مؤمنا حقا لكان الواجب عليه أن يتصدى لأبي سفيان لعنه الله بكلام خشن إلا أننا وجدنا أن عمر لا يتصدى لأبي سفيان بكلام خشن ولا حتى بكلام هادئ أو ناعم وإنما يؤيد كلامه فقال عمر كما بالنص فقال عمر إنها وسكت أي كأنه يقرر كلام أبي سفيان أبو سفيان يقول متباهيا إنها قد أنعمت يا ابنى الخطاب يعني خوش صار في هذه المعركة فعمر يقول له إنها يعني كلامك صحيح كما بينا أكثر من مرة في المحاضرات أن المنافق فلتات لسانه تظهر نفاقه في مواقف معينة وهذه من جملة فلتات لسان عمر إذ إن الرجل لم يخفي في هذه المحاورة التي وقعت بينه وبين أبي سفيان أنه قد فرح نوعا ما بانتصار المشركين على المسلمين ضم هذا إلى ما عرضناه عليك من أن المشركين في هذه المعركة بالذات رغم وقوع عمر في موت محقق تحت يديهم تحت أيديهم أكثر من مرة إلا أنهم لم يقتلوه ضم هذا مع هذا تخلص إلى هذه النتيجة أن عمر لم يكن من المسلمين المؤمنين حقا وإنما كان في واقع الحال عميلا لجبهة الكفر والشرك ننتقل الآن في بحثنا إلى وجهة أخرى هذه الوجهة نريد فيها أن نحلل شخصية عمر بن الخطاب أكثر فأكثر ونحاول معرفة سبب أو الدافع الذي دفعه لتحريف الدين الإسلامي وللانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده وللارتداد عن هذا الدين وخيانة عهد الله تبارك وتعالى ما هو الدافع الذي دفع عمر بن الخطاب لأن يتولى السلطة وأن يغتصب الخلافة من صاحبها الشرعي الخليفة الشرعي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما كنا قد ذكرنا في بعض المحاضرات أننا لو تتبعنا سيرة الطغاة في العالم ومن بينهم طغاة العرب اليوم مثلا وهذا يعرفه كل عربي وكل مسلم يرزح تحت ظلم هذه الحكومات هؤلاء الطغاة الذين يحكمون هذه الأمة نجد في سير هؤلاء أنهم منذ صغرهم هؤلاء الطغاة كانوا يعانون من عقدة ما هذه العقدة يسعى نحو التسلط يسعى نحو أن يصبح ملكا رئيسا حاكما لعله بذلك يسد هذا النفس كمثال على ذلك صدام التكريتي هذا الطاغية المشهور المعروف نشأ كما يعرفه القاصي والداني في بيئة حقيرة وضيعة جدا كان تربية شوارع لم يحصل على تربية جيدة كان بلطجي إنجاز التعبير وكان مهانا ذليلا حقيرا وضيعا هذا الأمر شكل عنده عقدة جعلته يحسد الأشراف جعلته يحسد من يكونون في السلطة وسعى بكل جهده لأن يتولى الحكم لأن يتسلط على الناس لعله يسد هذا النقص في شخصيته في نفسيته في شعوره النفسي وتم له ما خطط له فلما وصل إلى الحكم وجدناه قطغى لأنه يريد أن يشعر بلذة أنه كامل بلذة أنه عالي الشأن لا أنه حقير وضيع ثم وجدناه مثلا حتى يخرج من شعوره أو عقدته النفسية في أنه من عائلة ذليلة حقيرة أراد أن ينسب نفسه إلى الأشراف إلى السادة فادعى أنه سيد ابن رسول الله صلى الله عليه وعلي وجعل له شجرة نسب ووصل نفسه بالدوحة الهاشمية كذلك هو حال سائر الطغة عمر بن الخطاب أشك أنه أحد هؤلاء الضغط ولما فتشنا في بيئته في واقعه وجدناه أيضا على ما يبدو لنا كان يعاني من هذه العقدة النفسية عقدة الحقارة وبالذات عقدة الحقارة تجاه بني هاشم بالذات فلهذا السبب سعى الرجل نحو السلطة ونحو إقصاء بني هاشم ومحاولة التأمر عليهم والسيادة عليهم وهذا كان دافعه أصلا للانضمام لهذا الدين ظاهرا لأنه علم كما بيناه في المحاضرات السابقة علم من أخبار أخبار اليهود ورغبان النصارى أن المستقبل السياسي في جزيرة العرب سيكون لهذا الدين لهذا الدين الجديد المؤرخون ذكروا أن عمر نشأ بالأصل في قبيلة ذليلة هي من أذل قبائل القريش وهي قبيلة بني عدي يذكر المؤرخون أنها كانت من شدة ذلتها بلا رئيس أو زعيم يعني سائر القبائل بما فيها قبيلة أبي بكر قبيلة تيم وهي أيضا كانت تعتبر قبيلة ذليلة في مقاييس أهل قريش إلا أنها على الأقل كان لها زعيم كان لها زعيم قبيلة رئيس قبيلة وهو عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان التيمي لكن قبيلة عدي لا يذكر المؤرخون لها أي رئيس أو زعيم بل بالعكس ينصون على أنه لم يكن لها زعيم أو رئيس لذلتها إن كانت قبيلة ذليلة ويذكرون أيضا أن قريش أكثر من مرة غير مرة طردت قبيلة عدي إلى خارج مكة أو إلى أطراف مكة على حدود مكة والسبب أن أبناء هذه القبيلة كانت تصرفاتهم سيئة جدا كانوا يؤذون ينقل عن أحوالهم أنهم كانوا يسرقون كثيرا حصوص في الليل يذهبون إلى البيوت إلى المحلات ويسرقونه فلهذا طردوه ويذكر المؤرخون أيضا أن عامة بن عدي كانوا عبيدا وأجراء لم يكن فيهم ذو مال أو جاه لم يكن حتى عمر بن الخطاب نفسه ذكر المؤرخون أنه كان عبدا مهانا حيث رووا أنه كان عسيفا والعسيف هو الأجير المهان كان يعمل هكذا في فترة الجاهلية عسيفا للوليد بن المغيرة في رحلاته إلى الشام يعني بتعبير أهل الخليج يقولون صبي صبي يأخذه معه الوليد بن المغيرة في رحلاته إلى الشام حتى يحمل شيئا من المتاع يكنس شيئا ينظف شيئا هكذا صبي صبي عسيف أجير مهان هذه الحقائق تجدونها مذكورة في كتاب المنمق في أخبار قريش لمحمد بن حبيب البغدادي في الصفحة 146 وكذلك تجدون ابن أبي الحديد قد ذكرها في شرح الناهج في الجزء الثاني عشر الصفحة 183 وابن أبي الحديد ليس شيعيا كما يحاول بعض السلفية الجاهلية يحاولون أن يوهموا الناس بذلك ابن أبي الحديد معتزلي في الأصول حنفي في الفروع فهو من أهل الخلاف هو ليس شيعيا بل بالعكس هو في كتابه شرح الناهج يقر بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويعتبر أن خلافتهم خلافة شرعية غير أنه على اعتقاد المعتزلة أن علي كان أحق منهم بالخلافة لكن حيث أن علي سكت على حد زعمهم فإن خلافة هؤلاء الثلاثة تكون صحيحة فهو معتزلي في الأصول وحنفي يتبع أبا حنيفة يعني من المذهب الحنفي في الفروع أما عامة المخالفين اليوم فهم في الأصول أشاعرة يعني يتبعون أبا الحسن الأشعري قليل منهم يتبعون المعتزلة في الأصول وفي الفروع يتوزعون أيضا بين المذاهب الأربعة كما هو الحال بالنسبة إلى ابن أبي الحديد وغيره من المعتزلة إذن عمر نشأ من هذه البيئة بيئة تغلب عليها الحقارة والوضاع والذلة كون هذا الأمر بالنسبة إليه عقدة نفسية وما زاد الطين بلة الذي زاد عمر عقدة تجاه الأشراف والعظماء وما جعله يشعر بنقص أكبر هو أنه من دون كثير من أبناء قبيلته كان قد تولد بطريقة يعتبرها كل الناس بمن فيهم أهل الجاهلية أنها تشير إلى ذلة هذا الإنسان أو تدلل على مدى حقارتي لاحظوا هذا الأمر جيدا المشركون كانوا مشركين كانوا كفار لا شك وكانوا يمارسون الكثير من الموبقات إلا أنهم مع كل هذا كانوا يعتبرون من تولد من نكاح يعني من زواج شرعيا عندهم على حسب شرعهم على حسب دينهم اعتقادهم أو تقاليدهم على الأقل أن فلانا يأتي ويخطب فلانة ويتزوجها ثم من يأتي من هذا الزواج من الأبناء كان يحترم كان يعتبر ابن نكاح أما ذلك الذي يولد من الزنا ما كان عندهم يعني ما كانت نظرتهم لهذا الذي يولد من الزنا كنظرتنا نحن المسلمين لمن يولد من الزنا مثلا لا إلى حد ما كانوا يعني يحترمون هذا الشخص ولكن لم يكن احترامهم له بمستوى احترامهم لذلك الذي يتولد من النكاح الشرعي عندهم فمثلا إذا كان هناك أب عنده زوجة ومن هذه الزوجة أبناء وفي المقابل عنده أبناء من امرأة عاهرة كان أبنائه من زوجته يقدمون على أبنائه من تلك العاهرة يشرفون عليهم يفضلون عليهم عمر بن الخطاب ولد من زنا هو وأمه وأبوه وبعلاقة أو بشبكة معقدة من العلاقات السفاحية علاقة السفاح بين المحارم أيضا وتولد من هؤلاء الخطاب والد عمر وثم عمر نفسه فلذلك كان ينظر إليه نظرة استحقارية كان دائما يقال له في كثير من شواهد التاريخ نجد هذا يقال له استصغارا واستحقارا يابن صهاك ابن صهاك دائما يعرض بعمر بقولهم ابن صهاك هذا الأمر نجده كثيرا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصفه بابن صهاك أكثر من مرة الزبير ابن العوام وصفه بذلك خالد ابن سعيد ابن العاص وصفه بذلك مجموعة خالد ابن الوليد وصفه بذلك مجموعة كانوا يصفون عمر ابن الخطاب حتى أبو بكر نفسه كانوا يقولون له ابن صهاك فمن هي صهاك هذه التي يعير بها عمر ابن الخطاب صهاك هذه كانت جارية أمة عبدة وهذه الجارية كانت مشهورة بالزنا وبسبب مجموعة من العلاقات غير الشرعية تولد عمر بن الخطاب فهي جدته في الواقع وهي التي ينسب إليها لهذا السبب كان عمر يعير لهذا السبب كان عمر يذم ويستحقر لكونه ابن زنا لا كمثلا أهل البيت عليه السلام الذين هم أبناء نكاح إلى آدم عليه السلام وهذا قول مشهور لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ولدت من نكاح فلم أولد من سفاح وأنه أنجب أهل قريش وأرشدهم يعني تتبع آباء رسول الله صلى الله عليه وآله من عبد الله بن عبد المطلب إلى آدم عليه السلام لا تجد في كل آبائه من زنى والعياذ بالله لا وإنما الجميع كانوا قد تزوجوا زواجا شرعيا أما سائر القبائل فلا اختلطت عن سعبها بالزنى والسفاح والفواحش وما أشبه العاهرات كنا يلدنا لسادة قريش مثلا فكيف بأراضي القريش كعمر بن الخطاب كوالده كجده نفيل وهكذا نريد الآن أن نعرف من تكون صهاك هذه من تكون وما هي قصتها على وجه التحديد نجد قصتها مذكورة بكل صراحة وبتفصيلات مخزية في كتاب مثالب العرب لأعظم النسابين العرب وأشهرهم محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام بن محمد بن السائب الكلبي هو صاحب الكتاب ونقل عن أبيه هذا هشام بن محمد بن السائب الكلبي يذكر علماء المخالفين قبل علماء المسلمين يذكرون أنه كان رأسا في الأنساب الأب والابن كانا رأسين في الأنساب كانوا أعلم العلماء في الأنساب على الإطلاق مثالب العرب فليفتح من عنده هذا الكتاب على الصفحة ثمانية وثمانين فسيجد قصة صهاك هذه بالتفصيل وها نحن نعرضها يقول إن نفيل كان عبدا لكلب بن لؤي ابن غالب القرشي فمات عنه أي أن كلب بن لؤي سيد هذا العبد الذي اسمه نفيل مات ثم وليه عبد المطلب يعني أصبح نفيل عبدا لمن لعبد المطلب عليه السلام عبد المطلب ابن هاشم وكانت صهاك قد بعثت لعبد المطلب من الحبشة صهاك جارية أمة حبشية أرسلت إلى عبد المطلب هدية من الحبشة فكان نفيل يرعى جمال عبد المطلب وصهاك وصهاك ترعى غنمه وكان يفرق بينهما في المرعاة عبد المطلب كان عنده العبد نفيل وجعله يتولى رعي الجمال صهاك اجتماعهما في مراع واحد في منطقة واحدة اتفق أن نفيلا وصهاك اجتمعا في تلك المنطقة فهواها وعشقها نفيل أحب صهاك وكان قد ألبسها عبد المطلب سروالا من الأديم الأديم هو ذلك الجلد المدبوخ وجعل عليه قفلا وجعل مفتاحه معه لمنزلتها منه ألبسها ذلك السروال وفيه ذلك القفل وهذه كانت عادة عند بعض العرب آنذاك بالنسبة إلى جوارهم حتى يحفظوهن يعني من الزنا أو يمنعوهن من الزنا فكانوا يلبسونهن سروالا من الأديم ويجعلون عليه قفلا فلما راودها راودها عن نفسها نفيل يعني طلب منها الزنا والفاحشة قالت ما لي إلى ما تقول سبيل وقد ألبست هذا الأديم ووضع عليه قفل لا أتمكن من أن أطاوعك وأمارس معك الفاحشة لأنني قد وضع علي هذا القفل فقال أنا أحتال عليه أنا أقوم بحيلة معينة فأخذ سمنا من مخيض الغنم ودهن به الأديم وما حوله من بدنها حتى استله إلى فخذيها وواقعها فحملت منه بالخطاب بعدما احتال بهذه الحيلة واقعها زنا بها فحملت منه بمن بالخطاب اللي هو والد عمر فلما ولدته ألقته على بعض المزابل بالليل خيفة من عبد المطلب حتى تتحاشى غضب عبد المطلب فإنها حينما ولدت ابنها الخطاب من نفيل ألقته على بعض المزابل بالليل طبعا لقائل هنا أن يقول إشكالا أنه إذا كانت تخاف من عبد المطلب كل هذا الخوف فإنه لا ينفعها أن يعني تلقي ولدها على المزابل بالليل فقط حين الولادة كان يفترض قبل ذلك أن تهرب مثلا لأنه لما يكبر بطنها يظهر عند عبد المطلب أن المرأة قد زنت مثلا فيعاقبها فإذا لماذا يعني أو هل يعقل أنه لم يكتشف أمرها إلا بعدما تلت أو لا يمكن له أن يكتشف أمرها إلا بعدما تلت وأثناء فترة الحامل يبين بعد الجواب أن عبد المطلب كما هو معلوم كان يسافر كثيرا عنده رحلات إلى الشام للتجارة وما أشبه فلذا كان يغيب بالأشهر أشهر طويل إذن كان يمكن للمرأة لصهاك لهذه الجارية أن تخفي حملها خلال هذه الفترة لا يراها عبد المطلب لكن بعدما تلد تكون الفضيحة أكبر فلهذا خافت منه وألقت الولد على بعض المزابل بالليل خيفة من عبد المطلب فالتقطت الخطاب امرأة يهودية جنازة وربته امرأة يهودية كانت تعمل بالجنائز سمعت بصوت هذا الطفل من المزابل فأخذته التقطته وربته عندها فكانت أولى المربيات لوالد عمر امرأة يهودية ولعل هذا يفسر النزع اليهودية التي وجدناها في عمر بن الخطاب فلما كبر كبر هذا الولد اللي هو الخطاب كان يقطع الحطب فسمي الحطاب لذلك بالحاء فصحف بالمعجمة يعني بالخاء وكانت صهاك ترتاده في الخيفة صهاك الأم كانت ترتاد الخطاب في الخيفة يعني بين حين وآخر لماذا حتى يعني تطمئن عليه باعتبار أنه ولده لكن حصل ما لم يكن في الحسبان وكانت صهاك ترتاده في الخيفة فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزتها تطأطأت عجيزتها يعني سمنت مؤخرتها هكذا وقد تطأطأت عجيزتها ولم يدري ترهلت عجيزتها ولم يدري من هي ما عرف أنها أمه فوقع عليها فحملت منه بحنتمه بنت يعني الإبن زنى بأمه من دون أن يعلم أنها أمه فحملت منه بفتاة بأنثى سميت هذه الأنثى فيما بعد بحنتمه فلما وضعتها ألقتها على مزاب لمكة خارجها نفس الشيء لما وضعت المرأة هذه البنت ألقتها على مزاب لمكة خارجها فالتقطها فالتقطها هشام بن المغيرة بن الوليد التقطها ورباها فنسبت إليه يعني تبناها جعلها ابنته ولذلك يقال لها حنتمت بن المغيرة بن الوليد حنتمت بنته المغيرة بن الوليد فلما كبرت وكان الخطاب يتردد على هشام فرأى حنتم فأعجبته كان الخطاب لما كبرت ابنته من أمه حنتم هذه دون أن يعلم أنها ابنته من أمه كان يتردد على هشام بن المغيرة فرأى حنتم فأعجبته فخطبها إلى هشام فزوجه إياها فولدت عمار خطبها الخطاب خطب حنتم بنت هشام ابن المغيرة التي هي في واقع الأمر ابنته من أمه هو لا يعلم لكن أعجبته البنت خطبها الخطاب من والدها بالتبني فقبل الرجل فزوجها إياه وولدت وولدت له من عمر ابن الخطاب وكان الخطاب والد عمر لأنه أولد حنتمة إياه حيث تزوجها وحده لأنه سافح صهاك فأولدها حنتم والخطاب من أم واحدة وهي صهاك إذن المعادلة ماذا تكون تكون أن أم عمر هي أخته وعمته أيضا ووالد عمر هو جده وخاله أيضا ادرسوا شوي القضية عندنا نفيل وصهاك زنيا فولد منهما من الخطاب الخطاب مرة أخرى وقع على أمه على صهاك فولد منهما حنتمة ثم الخطاب نفسه تزوج حنتمة هذه فولدت له عمر فتجد أن الخطاب هو والد عمر وجده أيضا لماذا لأنه والد أمه حنتمة وهو في الوقت نفسه خاله أيضا لماذا لأنه الشقيق أمه حنتمة ممن أو أخ أمه حنتمة ممن من أمهما صهاك فوالد عمر جده وخاله طيب طيب والدته التي هي حنتمة تكون ماذا تكون والدته لأنها أمه وتكون عمته لأنها من أخت الخطاب من أمهما صهاك وتكون في الوقت ذاته أخته أيضا أخت عمر لماذا لأنها من طرف الأب الخطاب هم والد حنتمة في الواقع هم والد عمر في الواقع فتكون أمه أخته وعمته أيضا هذه شبكة معقدة من العلاقات السفاحية وسبحان الله أعداء أهل البيت عليهم السلام إذا تتبعت أصولهم تجدهم أبناء زنا أبناء سفاح أبناء فواحش يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن زنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا النص الذي ذكره أعظم النسابين في التاريخ الإسلامي النسابتان المعروفان محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام بن محمد بن السائب الكلبي يدلل أو يظهر لنا طبيعة العقدة التي كان يعاني منها عمر بن الخطب تبقى لنا هنا أن نؤكد صحة هذا الذي ذكره الكلبيان وأن نوثق ما ذكره يعني نوثق على الأقل هذين النسابتين أو النسابين أن نوثقهما حتى نرى أنه هل يمكن لنا أن نركن إلى قولهما أم لا وهذا إن شاء الله نرجعه إلى الحلقة المقبلة وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر